ماذا بعد بخموت؟ هل ستكون هناك فرصة لفاغنر وللروس أن يضغطوا على مناطق أخرى؟ أم أنهم سيدخلون في نقطة دفاعية لترقب ما هو قادم من الهجوم المضاد بتقديرك؟ نعم هذا سؤال في غاية الوجاهة ما سيحدث بعد بخموت يعرفه الرئيس بوتين فقط ومخططيه العسكريين كل الخيارين الذين ذكرتهم ممكن ولكن عادة التكتيك العسكري إذا كنت تعلم بأن هناك هجوم مضادا وشيكا ضدك أن تجري ما يدعى بالهجوم المفسد لهذا الهجوم المضاد ولذلك فأنت تستخدم قواتك ليس في عمليات هجومية شاملة ضد الأوكرانيين وإنما في هذه الحالة فقط مجموعة سلسلة صغيرة من المعارك لتحاول تقويض قوات الهجوم المضاد حتى لا تتمكن من بناء قوتها من أجل أن تخترق الخطوط الأولية وإنما أنت تحاول القيام بهذه الأجمات المفسدة التي ندعوها كذلك من أجل إفساد هذا الهجوم المضاد الوشي اشتركوا في القناة